وتناقلوا النبأ الأليمة على بريد الشمس في كل المدينة قتل القمر شهدوه مصنوبا تدلى رأسه فوق الشجر نهب الجنات جواهر الماس الثمينة من صدره تركوه في الأعواد كالأسطورة السوداء في عيني ضرير ويقول جاري كان قديسا لماذا يقتلونه وتقول جارتنا الصبية كان يعجبه غناء في المساء وكان يهديني قوارير الغطور فبأي ذنب يقتلونه هل شاهدوه عند نافذة قبيل الفجر يصخي للغناء وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس الخمر وترحموا وتفرقوا فكما يموت الناس مال وجلست أسأله كثيرا عن يد غدرت به لكنه لم يستمع لي كان مات دفرته بعباءته أسبلت جفنيه على عينيه حتى لا يرى من فارقه وخرجت من باب المدينة لليف يا أبناء قريتنا أبوكم مات قد قتلوه أبناء المدينة ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرقوا فوق الطريق مخلفه يا إخوتي هذا أبوكم مات ماذا؟ لا أبونا لا يموت بالأمس طول الليل كان هنا يقص لنا أحاجيه الحزينة يا إخوتي بيدي هاتين احتضنته أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه قالوا كفا كسمت فإنك لست تدري ما تقول قلت الحقيقة ما أقول قالوا انتظر لم تبقى إلا بضع سائعات ويأتي حط المساء وأطل من فوق القمر متألق البسمات ماسي النظر يا إخوتي هذا أبوكم ما يزال هنا فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة قالوا غريب ظنه الناس القمر قتلوا ثم بكوا عليه ورددوا قتل القمر لكن أبونا لا يموت ترجمة نانسي قنقر